إذن مشاهدين التفاصيل أكثر عن مؤتمر يوروماني ينضم معنا من مقر المؤتمر موفد الأخبارية عبدالعزيز الموينة أهلا بك عبدالعزيز إليك صبح الخير زميلتي مها صبح الخير مشاهدين الكرام مشاهدي القناة الأخبارية طبعا اليوم تتواصل فعالية اليوم الثاني لمؤتمر اليوروماني في هذه الدورة الثلاثة عشر التي تقام هنا في العاصمة الرياض هذه الدورة التي افتتحها صباح البارحة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وكانت بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية وممثلي شركة أو ممثلي يوروماني العالمية أيضا كان هناك العديد من جلسات وحوارات النقاش التي بدأت في صباح البارحة وانتهت تقريبا مع قرابة ساعة ثالثة عصرا واستمرت اليوم في ساعات الصباح الأولى طبعا تناقلت أبرز تناقلت الأخبار كلمة معالي وزير المالية التي فردت لها الصحف العديد من صفحاتها تحدث معالي وزير المالية خلال كلمة افتتاح مؤتمر يوروماني في صباح البارحة تحدث عن نقاط مهمة كان أهمها التي ركزت عليها وسائل الام ما تحدث حول خفضة العدز بمقدار سبعة في المائة في ميزانية هذا العام مع نهاية ميزانية هذا العام هناك مستهدف من قبل وزارة المالية بخفضة عدز الموازنة إلى سبعة في المائة كان هذا محور مهم جدا ركزت عليها الصحف في تناقلها لأخبار اليوروماني لصباح هذا اليوم أيضا كان هناك إشادة من قبل صندوق النقد الدولي تناقلتها أيضا جلسات اليوروماني في البارحة بإشادة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة العربية السعودية التي كانت هذه الإصلاحات أحد أهم المحاور التي دارت عليها جلسات النقاش في مؤتمر يوروماني أيضا كان مع بداية هذا العام أصدرت الدولة سندات دين دولية هذه السندات بلغت حجم 11 مليار دولار لكن في المقابل بعد تقرير صندوق النقد الدولي حل الإصلاحات الاقتصادية أصبح الإقبال على هذه السقوك وهذه السندات بمقدار 52 مليار دولار أيضا تستمر هذه الفعاليات حتى مساء هذا اليوم سنتواصل معكم بإذن الله عبر القناة الإخبارية في تغطيتنا للعديد من الجلسات أيضا سوف يكون هناك لقاءات مع الكثير من الضيوف خلال الساعات القادمة سواء كلقاءات مباشرة أو حتى اللقاءات المسجلة التي سوف تبث عبر شاشة الإخبارية هذا كل ما لدينا حتى الآن العودة بالصوت والصورة لك زميلة ما في استوديو أمولو مسارات نعم كل شكر لك زميل عبد العزيز الموينع من مؤتمر يوروماني السعودية في دورته الثلاثة عاشرة شكرا جزيلا لك